مدينة طيبة شاهدة على العصر شاهدة على طريق مصر العظيم مدينة السولجان مدينة الإله أمون الكثير والكثير من الحكايات حكاية عاصمة هنتعرف النهاردة على ثالث عواصم مصر المركزية هي عاصمة طيبة في عصر الدولة الوسطى اللي انتقل لها الحكم خلفاً لإهناسيا العاصمة الحلقة اللي فاتت لو تفتكروا مرحب بضايفي يا العزيز دكتور محمد فضالي الموشف العام على متحف عواصم مصر والعاصمة الإدارية الجديدة نورنا يا دكتور صباح الفول مدينة السولجان مدينة الإله أمون الكثير والكثير من الحكايات انتقال العاصمة من إهناسيا إلى طيبة الحكاية معك طيب مبدئين كده خلينا نبدأ بظروف انتقال العاصمة من إهناسيا إلى العاصمة طيبة زي ما تكلمنا الحلقة اللي فاتت عن أفول مدينة أو عاصمة مصر في العصر الإهناسي وده الحقيقة بيرجع إلى فيه تنازع على السلطة ما بين قوة موجودة كانت في الشمال وفي مصر الوسطى وفي الجنوب ولكن كان البيت الطيبي اللي هو كان في فترة الأسرة 19 كان موجود أسرة الأناتفة اللي هما أنت في الأول والتاني والتالت ودول كانوا بيدينوا بالولاء للأسرة الحكيمة في إهناسيا ولكن كانوا بيتطلعوا إلى الحكم فقدروا مع مجيء منتحته نبحة بترع أن هما ينتصروا على حكام إهناسيا لأن مصر حتى في التوقيت ده ما كانتش موحدة كان بس الأسرة الإهناسية مسيطرة على يمكن نقول الجزء الأكبر من مصر قدر من تحته بنبحة بترع أنه هو يهزم آخر ملوك أو حكام العصر الإهناسي اللي هو مريكا راع ومن بعده نب كاو راع ويقدر أنه هو يوحد مصر في الأول أخذ لقب اللقب الحوري اللي هو نب حج بمعنى يعني صاحب التاج الأبيض وبعد كده لما وحد مصر أخذ لقب سيماتوي موحد الأرضين فدي ظروف انتقال العاصمة واسط بقى كمدينة السولجان السيماتوي ده إحنا عارفين أنه هو لقب مع ميني مع أرمر بالزبط كده وهو ده هياخدنا لنقطة مهمة جدا أن المصريين قال له الملك منتحته بن بحبة راع في فترة من الفترات ويسموه بالمعبود الطيب أو الحاكم الطيب وفي معبد الرمس يوم لقوا الخرطوشة بتاعت منتحته بن بحبة راع ما بين مين؟ ما بين الملك مني مؤسس الأسرة الأولى وهو العامل الأول عصر توحيد لمصر الأديمة يعني في الدولة الأديمة ومين أحمس اللي هو برضو رجع وحد مصر مرة ثالثة بعد الهكسوس إذن هم دول ميني ونبحبة راع وأحمس هم الثلاث ملوك اللي قدروا يأسسوا عصور مصر القوية في الدولة الأديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة طيب عشان برضو نوضح للسادة مشاهدين طيبة كانت أمتى عاصمة مصر؟ عشان إحنا بنسمع عاصمة مصر طيبة أكتر من مرة وأكتر من عصر ومع أكتر من أسرة طيبة أول مرة جات مع الأسرة 11 وقدرت توحد البلاد المرة الثانية جات في الدولة الحديثة مع مجيء الملك أحمس وطرده الهكسوس وقدر أنه يأخذ من طيبة برضو لأنها دي مسقط رأسه وقدر أن يأخذ منها عاصمة مرة تانية المرة الثالثة وهي جات لحياة في الأسرة 22 وكانت الدولة المصرية في التوقيت ده بتحكم من ملك في الشمال اسمه بسوسنس الأول وبع نجم التاني كبير كهنة أمون في الصعيب في الأسرة فهي تلت مرات بيها تخلل التلت مرات دي مجموعة تانية من العواصم زي الليشت زي سخة أو خسوت أو زي طبعا أوريس اللي هي بقى كانت الاحتلال أخذها عاصمة له في شرق الدلتة وعشان ييجي أحمس وتلل عمرنا بعد كده ما بين طيبة وطيبة فيعني عندنا عواصم كتير هل إحنا برضو عشان نفكر سادة المشاهدين وهنتبع مع سادة المشاهدين برضو الصور اللي إحنا بنعرضها دلوقتي لكن فكرة إنه يبقى في عاصمة وفي مكان للحكم ساعات بيكون في عاصمة وفي مكان للحكم ده بيفرق في ايه؟ طيب حضرات كده أخذتنا طبعا للنهج اللي كان بينهجه ملوك الدولة الحديثة أو الامبراطورية المصرية إنهم أخذوا من طيبة عاصمة سياسية ولكن عشان لأن ده كان مقر حكمهم ولكن عشان يقدروا يسيطروا على كل الأراضي المصرية ويحموا الحدود بتاعتهم خصوصا إن الدولة المصرية كانت طلعة في التوقيت ده من فترة مجابهة الهكسوس وطرد الاحتلال قال لك بقى هنعمل من منف مقر لتجيش الجيوش وإدارة برضو البلاد وكان بيبنى مقر وقصر للحاكم وكان دايما الوريس الشرعي أو نقدر نقول الوريس الملكي ولي العهد يعني كان بيبعث إلى هذه المنطقة أو مثلا منف ويقيم فيها ويقيم فيها ويعمل إيه بقى ويشرف على الجيش وكان الملك بيزوره من وقت للتاني وكانت بتنطلق الحملات المصرية لتأمين الحدود من منف نبتدى نستعرض الصور مع السادة المشاهدين ونشوف بقى الحكاية كده طيبة من أولها نشوف كده مع السادة المشاهدين ومع سرد دكتور فضالي نعايزين ماشي ده ده طبعا عندنا شخصية مهمة جدا أنا كنت أتمنى أن نبدأ الصور من الأول عشان نستعرض ولكن احنا عندنا هنا شخصية مهمة جدا اسمه ميك ترع وده كان موجود أيام من تحته بالتاني والتالت وقد يكون أيضا عاصر الملك من محات في الأسرة 12 ده حقيقة نموذج ده نموذج لطبعا نمركب خشبي النموذج دون بيبين إزاي الشريف أو النبيل ده كان بيقوم بدوره في السيطرة أو متابعة الأوضاع في البلاد من خلال طبعا ده برضو تجسيد للبيت بتاع المكة رع احنا بس عايزين أول صورة اللي هي بدأة معنا بالخريطة عشان نقول الموقع بتاع طبعا العاصمة طيبة وهي الحقيقة بتقع إلى الجنوب من القاهرة على مسافة 670 كيلومتر من عندنا اللي أسس طيبة هو طبعا الملك منتحته بالتاني الملك منتحته بالتاني قدر هورد كارتر أنه يعثر على التمثال بتاعه لما الحصان بتاعه تكابل في الأرض كده وسموها باب الحصان هو هورد كارتر ده معاه كل الصدف ومعاه تتعانفهمون ده محظوظ جدا فقدر أنه يكتشف حتى الممر المؤدي للمقبرة بتاعت منتحته بالتاني في الدير البحري وبالمناسبة منتحته بالتاني كان له السبق أنه يعمل طراز فريد في المعبد الجنزي بتاعه اللي أخذت منه بعد كده حجبسوت وتحتمس الثالث وعلى فكرة هتلقوهم برضو جنب بعض طيبة كعاصمة كانت بترمز لها بالصولاجان ده كان سؤالي ليه سميت مدينة الصولاجان؟ مدينة الصولاجان لأن في عندنا سلوس شهير جدا للملك من كورع موجود في المتحف المصري من الشست وهو بيتوسط المعبودة حتحور على يمينه وشخص أو سيدة على رأسها الصولاجان الخاص بمدينة طيبة وده رمز الإقليم الصولاجان لأن طبعاً لما هي ما كانتش الأول واسط هي اسم الإقليم واسط كان اسم بس اللي هي أحد المدن اللي مكونة للإقليم هترجم لنا البرغليفي؟ أي برغليفي هتقال هترجمه؟ عندنا واسط وأرمنت والتود والميدامود إنما واسط تحديداً زيعت شهرتها بعد كده لما قدرت نهيات واحد البلاد وحصل المزج ما بين الواس الواس اللي هي علامة الصحة أو السلطة وما بين الريشة الريشة اللي بترمز ليه الغرب أو المتوفيين أو الموتة وبيربط ما بينهم ربط اللي هي بطير بالضبط رشد العالم فهو هنا قال إيه؟ قال إن الواس هو رمز طيبة الشرقية اللي هي مدينة الأحياء والريشة هي رمز طيبة الغربية اللي هي سمها إمنتت أو طاريت إمنتت أو إمنتت واسط غرب طيبة ودي اللي كان يدفن فيها الموتة واسط لها أسماء كتير جداً اسمها وسرت بمعنى القوية اسمها نختي بمعنى المنتصرة اسمها دوا كاسترو اللي هو القصرين وده لما جيه في العصر الروماني عملوا معسكرين في شر وغرب أو شمال وجنوب معبد الأقصر ويحولوا المنطقة لمعسكر يعني أنا شايف برضو المسميات كتير لكن هم إحنا جملة منين اسم مصر المحروسة يعني في كلمة برضو المحروسة ده هل بيقل له تاريخ مصر القديم؟ ولا تطور مع الوقت ومصر المحروسة يعني إحنا دايماً مصر في فترات إحنا بنشوف الإمبراطورية المصرية بمثلاً عندنا في فترة التوحيد الأولى وكان المصريين نفسهم بيحبوا التكامل بيحبوا الوحدة فلو استعرضنا زي ما إحنا بدأنا كده حلقاتنا بمراحل التطور السياسي وتوحيد الأرضين طبعاً دي مناظر بقى جميلة جداً عندنا لمجموعة مقابر الملكات أو زوجات الملك منتحته زي ما إحنا شايفين نسبة بس كده على الصورة دي زي ما إحنا شايفين كده ده منظر للملكة كويت الملكة كويت وهي بتقوم بشم زهرة اللوتس وبتاخد نوع من الديهان وهنا الرفيقة بتاعتها بتقوم بالتهوية عليها بجناح وزة كان عندنا الملكة كويت والملكة عشيت وهنا طبعاً ده تابوت للملكة عشيت وكان التوبيت هي بتدينا صورة إحنا متعودين في الدولة القديمة إن المقابر هي اللي بديه هنهنيت أو هنهنت التوبيت اللي المقابر كانت بتدينا الصورة حية لحالة يومية في ده عاصر الدولة الوسطى طيبة حدودها فين؟ طيبة حدودها فين؟ إحنا قلنا طيبة أن هي بتبعد إلى الجنوب من القاهرة 670 كم وهي الأقصر من محافظة قنة وبيجي النيل وعندها بينساني اسمها قنة جت من الكلمة المصرية القديمة قني قني بمعنى يحتضن والإنحناء اللي في نهر النيل دي أدتها ميزة استراتيجية أن هي قربتها من البحر الأحمر من خلال طرق وصلة ومؤدية وكان كمان في الحناءة دي كان فيه فرصة أن يبقى فيه مجموعة من الجزر قدت طيبة ميزة نفسية في التواصل بين الشمال والجنوب إحنا مدناش طيبة حقها ولسه هنكمل فيها يبدو كده الحلقة اللي جاي نكمل مع حضرتك يا دكتور محمد إن شاء الله الحلقة اللي جاي حكاية عواصم مصر سواء طيبة أو لو حاول أن أنت تمتقل منها نكمل وهنبدأ في واحدة تانية إن شاء الله خلاص ننتظر ده برضو يعني إيه خلينا نقول دي تشويق قيدة الأستاذة مشاهدين خليكم معنا الحلقة اللي جاية مع دكتور محمد وضاني موشف العام على مضحف عواصم مصر والعاصمة الإدارية الجديدة الحلقة اللي جاية هيقول لنا حكاية جديدة من حكاية عواصم مصر أشكرك شكرا جزيلا شكرا